تعكس طورة واشنطن حتى النخاع في تقديم الدعم المباشر للمجموعات الارهابية المسلحة في سوريا كشفت مصادر في الكونغرس الامريكي ان واشنطن انفقت 27 مليون دولار حتى الان على برنامج امريكي لتدريب مقاتلي المعارضة السورية في تركيا الادارة الامريكية المتشدقة ليلة نهار بشعارة الحرية والديمقراطية الزائفة لتنفقت تأمر على الشعوب وتشن الحروب عليها وتدفع المليارات من اجل خرابها فالطورة الامريكي في الازمة السورية لم يعد خافيا على احد وبشكل فضح حيث اعلن مسؤولون في الكونغرس الامريكي لوكالة رويترز انه تم انفق نحو 27 مليون دولار على برنامج امريكي لتدريب من تسميه مواشنطن مقاتلي المعارضة السورية في تركيا وان اكثر من 800 من هؤلاء تلقوا هذه التدريبات في خطوة تعكس طورة واشنطن حتى النخاع في تقديم الدعم المباشر للارهابيين الذين يسفكون دماء السوريين المسؤولون اكدوا ان مشارعا امريكيا وطاقم العاملين معه طلبوا في الاوينة الاخيرة مزيدا من المعلومات قبل الموافقة على مليار و300 مليون دولار اخرى للبرنامج الذي بدأ قبل اشهر في تركيا طبعا هذا الاعلان ليس بجديد فالتمويل والتسليح والتدريب الامريكي كان واضحا منذ البداية وهو امر يتقاطع مع الكثير من المعلومات والوثائق التي تثبت الطورة الامريكي بدعم الارهابيين في سوريا ولا ننسى مجاهرة الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير خارجيته لمرات عدة تمويل وتسليح الارهابيين واقراره باجراء ادارته اتصالات يومية مع المعارضة المسلحة لمتابعة احتياجاتها وبينا ان مشاورات منتظمة تجري بين المعارضة المسلحة تلك والكونغرس الامر الذي يضح فلسفة الدولة الامريكية التي تقوم على عقيدة المافيا واستثمار الارهاب لبسط هيمنتها الاستعمارية وان تشدقها بالحرية والديمقراطية ليس الا ذرا للرماد في العيون